نذهب إلى شأن حقوق مصري حيث قال ناشطون حقوقيون أن أسرة المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح تقدمت ببلاغا للنائب العام بعد أن لاحظت تدهور حالة الصحية في السجن وعلمت أثناء زيارتها لأبو الفتوح أنه أصيب بأزمتين قلبيتين خلال بضعة أيام فضلا عن شكواه من سوء المعاملة داخل السجن وقال المحامي والحقوقي خالد علي عبر صفحتي على موقع فيسبوك إن كانت أغلب قوى المعارضة أو الشخصيات المدنية والأكاديمية المشاركة في الحوار تتجاهل حق عبد المنعم أبو الفتوح في الحرية وإن كان أغلبهم صامتين على عدم إخلاء سبيلي والعفو عنه رغم أنه في العقد الثامن من عمره يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح البلغ من العمر سبعين عاما عام 2018 وحكم عليه في مايو الماضي بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الحميد قطبة الكاتب الصحفي أستاذ عبد الحميد أهلا بك أهلا وسهلا بك أخي محمد إذن الوضع الصحي لعبد المنعم أبو الفتوح يتدهور مناشدات من عائلته من شخصيات حقوقية وأيضا بلاغ إلى النائب العام هل هذا يعتبر محاولة للضغط خاصة لما نعود لما قاله المحامي خالد علي بأن ما يقع مع عبد المنعم أبو الفتوح لا يمكن الصمت عليه بكل تأكيد طبعا يعني بلا شك أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعاني طبعا من تردي أوضاع الصحية في داخل السجون كانت هناك أنباء منذ فترة بإصابته بوعقة فتوحية الآن تتحدث أسرته عن إصابته بأزمتين قلبيتين يعني وضع الصحي طبعا بلا شك أنه ينذر بأنه ربما يتسبب هذا الأمر في وفاته يعني وبالتالي يجب على السلطات المصرية التعامل بجدية مع هذا الأمر وضار خرار بالإفراج عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح معروف هو قيمة وقامة وطنية كبيرة قيمة وقامة سياسية له باع كبير في العمل الخيري والعمل الإغاثي والعمل السياسي موقف وطني صميم ربما اختلف مع جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة ما ربما أيد مطار 30 يونيو لكن في الأول والآخر لا يستحق أن يحدث معهم ما يحدث علي يعني وبالتالي يعني من المفترض أن السلطات المصرية تراعي وضع الصحي الرجل فجاوت ربما 70 من عمره فهو بالتالي يعني لا جدوى من بقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنا سأعود معك عفوا إلى بقاء عبد المنعم أبو الفتوح وغيره من الشخصيات المصرية ولكن الحكم 15 عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة يعني الحكم يفوق سقف التصور والتوقع نشر أخبار كاذبة 15 عاما لماذا هذا تشفي كما يرى البعض يعني هذا الحكم البعض يرى بأنه تشفيا في شخصية عبد المنعم أبو الفتوح يعني معروف أن الحكم الذي صدر ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح صدر بعد مقابلتي مع قناة الجزيرة في العاصمة البريطانية لندن مع قناة الجزيرة مباشر تحدث عن الوضع المصري انتقد النظام المصري انتقد عبد الفتاح السيتي للقمع الذي يمارسه النظام المصري وأنا في تصوري أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعني ربما ما أسار غيظ النظام ضده وهكذا ودافع عن جماعة الإخوان المسكين ودافع عن نظام الرئيس محمد مرسي عندما سأله المذيع أن النظام كان يعني ينوي التطبيع مع إسرائيل فدافع عنه قال أن جماعة الإخوان المسلمين وفلسفة جماعة الإخوان المسلمين لا تقبل أبدا بالتطبيع وأن الرئيس مرسي لم يأخذ فرصته كاملة لكي يقوم بأي إنجازات وفيما يعني أن ما جرى في 30 يونيو أو في 37 هو انقلاب عسكري صريح هذا هو ربما ما أزعج النظام منه بشكل كبير لكن إذا ما قررنا ما بين الدكتور عبد المنع والفتوح ووضعية حمدين صباحي هناك شابه بين الاثنين يعني الاثنين يعني ربما انتقدوا النظام بشكل صريح ولكن أنا أعتقد أن هذا النظام ربما ربما يعني هو دائما يختلف مع كل من له يعني كل من له سمت إسلامي كل من له يعني يعني كالدكتور عبد المنع والفتوح ربما يغفر للطرف الآخر لكنه لا يسامح أي شخص لديه ميول إسلامية أو لديه يعني الدكتور عبد المنع والفتوح حتى إن اختلف مع جماعة الإخوان المسلمين فهو قيمة إسلامية كبيرة يعني في السحل المصرية لكن يعني صبعا لا يستحق أبدا أن هو توقع عليه هذه العقوبة أصلا لمجرد إبداء الرأي يعني يعني لمجرد إبداء رأي في النظام اللي هو أيده سابقا يعني الدكتور عبد المنع والفتوح كان من ضمن المؤيدين كما قلت لمسار 30 يونيو وهكذا وكان بعد ذلك التقى بالرئيس العدل منصور وهكذا ويعني كان هناك تشاورات بينهم وبين السيسي من أجل أنه يعني يصل إلى توافقات لهذه المرحلة ربما كان يظن أنه بالفعل الهدف الأساسي من هذا الانخلاب هو إقطاع جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم تكون عملية ديمقراطية وهكذا ربما يعني توهم هذا الأمر أستاذ عبد الحميد نعود إلى وضع السجون ولوضع الحقوق في مصر كان هناك ترقب لتعاطي بأكثر هدوء وأكثر انفتاح في موضوع العفو هذا لم يحصل موضوع أيضا الحوار الوطني متعثر والإقصاءات واللاقات المرفوعة في وجه كل من يخالف النظام وأساسا كان بشكل واضح جماعة الإخوان المسلمين أو أي رافعة سياسية أو مدنية تكون مقربة للجماعة أو لمقارباتها كذلك الشخصيات المصرية الوازنة لم تستطع أن تحدث اختراقا إن كان البرادعي أو الأستاذ دكتور أيمن نور أو غير من الشخصيات المعارضة لتمشي النظام إلى أين يمكن أن يصل النظام في تعنوته وفي إدارة إلى هذه الملف بهذه الطريقة يعني حالة الدكتور عبد المنعم وغيره طبعا من الحالات مثل الأستاذ عبد الناصر سلامة رأي استحرير الأسبق لجريدة الأهرام والدكتور محمد بديع وخيادات كثيرة الدكتور محمود شعبان الأكاديمي في جامعة الأزهر أيضا الأستاذ رفاعة طهصاوي وغيره من الحالات أعتقد يعني طبعا ما ذكرتم تجاوز سنهم السبتين والسبعين يعانون من أزمات صحية فبقاء هذه الحالات داخل السجون في محمد تنسب مصدقية وجدية ما يسمى هذا الحوار الوطني هذا عبث يعني جميع الشخصيات التي تحدثت عنها إذا افترضنا جدلا كما قال المسؤولين في هذا الحوار أننا لن نتحاور مع من صورص في الدماء أو أيد الدماء أو أيد العنف هل مثلا عبد المنعون الفتوح هو أيد العنف يعني نهائيا يعني فلسفته من زمام ضد العنف هل مثلا الأستاذ عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق هل هو مؤيد العنف أو تحرض على العنف يعني نهائيا خالق كذلك أيضا يعني الأستاذ سفير رفاع التهطاوي أيضا يعني يعني وردتنا حالات أيضا أن زوجته في العناية المركزة منذ يعني أكثر من شهرين وبالتالي المقترض على هذا الحوار إن كان بالفعل هناك جدية في أنه يتعامل مع هذه الحالات عليه الإفراج عنهم فورا يعني لكي يعطي يعني نوعا من الجدية في هذا التوار ونوعا من المصدقية في خاصة في هذه الحالات ليست منها ضرر نهائيا يعني أبدت رأيها النظام انزعج من رأيها عقبها فترة معينة الآن يعني بقاهم في داخل السجون يعني أعتقد أنه غير مبرر وبالتالي يعني كنا نتحدث عن حالة الدكتور عبد المنعون فأنا أعتقد أن حالة الدكتور عبد المنعون أفتوح هي حالة الأكثر ربما يعني نسبة لمصدقية ما يسمى الحوار الوطن وغيره طبعا من الحالات الكثيرة وكذلك الفتيات المعتقلات يعني الفتيات المعتقلات بدون زنبي يعني طبعا إذا افترضنا كما قال الحوار أن هذا الحوار لا يحاور من تورط هل السيدات الموجودة داخل السجون عائشة خيرس الشاطر وغيرها من المعتقلات والمحامية هدى عبد المنعون وغيرها من المعتقلات هل هؤلاء يعني مرسوا العنف يعني هذه السيدات وبالتالي أظن يعني إذا كان لدى بعض الشخصيات في هذا النظام نوع من العقلانية عليهم أن يتعاملوا مع هذه الحالات فورا وأن يخرجوا عنهم حتى يعطوا مصدقية لما يسمى بالحوار الوطن شكرا لك لسيد عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي كنت معنا عبر سكايب شكرا لك وهكذا نأتي مشاهدين الكرام لاختتام هذه الجولة مع أضواء على الأحداث كل عام وأنتم بألف خير كل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير هكذا نأتي لنهاية إذن جولة صحفة شكرا عفوا جولة مع أضواء على الأحداث شكرا لزمولة في العادة والتنفيذ لكم على حسن المتابعة حتى نلتقيكم في أمان الله شكرا لزمولة